طيب خلينا نروح لكرة اليد سيدات كرة اليد سيدات كان عندنا مباراة مبارح مع منوف وفزنا تسعة وتلاتين عشرة الفريق بقلادة كابتن يحيا يوسف مباركة لعبة مبارح زي ما قلت حدق مع صلات العمير عبدالله الفصل بمقر نادي أهلي بالجزيرة والشوت الأول خلص عشرين ثلاثة النادي أهلي بلعب في المجموعة الأولى وطبعا فيه مجموعتين هياخدوا ثلاث فرق من المجموعة دي وثلاث فرق من المجموعة دي وطلعوا الستة اللي فوق يلعبوا يعني ويكملوا المشوار مجموعة الأهلي الأهلي والشمس والطيران وستة أكتوبر وهليد ومنوف الرياضي والتحاد الشرطة والترسانة ومركز شباب ششة الأنعام والنادي الأهلي دي رابع مباراة ليه رابع مباراة ليه في مجموعته بس هنقول ونعيد تاني إن أنا مش شايف وجهة نظر إنه مفيش أي استفادة إنه يبقى الفرق كبير كده يعني أربعين عشرة تقريبا نتيجة واربعين ثلاثة وخمسة واربعين اتنين نتائج المشوار مش هتفيد في حاجة ومازلت على رأيه على وجهة نظري إنه لازم فريق بقرة اليد السيدات لازم تتصنف الممتاز ألف يتصنف يعني فرقتين أو يتصنف توكاتيجوريز أو فقتين فقه يلعبوا مع بعض عشان يكون في استفادة والفرق الثاني بتلعب مع بعض لما يبقى كلوس جوم يبقى في استفادة غير كده وغير كده مش هبقى في استفادة وبعدك نروح لدورة سوبر إنما ما تشط تخلص فرق تلاتين واربعين جون الاستفادة للفرقتين أنا ما زالت عندي رأيي وهنقول ده كبيرا وتكرارا يعني لعلى وعسى حد من اللجنة المحترمة البدير التحدي اليد يسمعنا ويغير نظام الدوري